الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنبار ما قد سبق وقد آتيناك من لكنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوما قيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوما قيامة حما يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم قريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبرون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أبل له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا أغما وكذلك أنزلناه قرلانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يهدف لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وهيه وكن رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عثما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا أمحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما به ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبقا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يدينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا